أنا من الناس اللي مبسوطة جداً أنه في حاجة اسمها الحوار الوطني مبسوط ليه لأنه ده بيدي دايماً فرصة أوسع مش بس للمناقشة لكن لعرض وجهات النظر والاختلافات في الرؤى والطرح والطرح البديل وما إلى ذلك وهنا أنا يمكن ساعات كتير يمكن بحكم طبيعة حياتي لو صح التعبير فبقى بعود كتير جداً مع الناس اللي بيبقى فيها عندها أراء مختلفة وأحياناً قد يكون فيها التباينات يعني وده بالمناسبة الحاجة اللي بنبني عليها دايماً مستقبلنا يعني على سبيل المثال لما حضرتك تيجي مثلاً تتفرج على الجلسات والمناقشات بتاعة مجلس العموم البريطاني فهتجد مثلاً في الوضع الحالي أن المحافظين هم اللي بيحكموا وبالتالي يبقى رئيس الحكومة من حزب المحافظين زي الحالة بتاعة بوريس جونسون ده على سبيل المثال حزب العمال البريطاني اللي هو مفترض ما بينقصين أنه حزب أميل للنظريات الاشتراكية أميل يعني ما هواش اشتراكي ولا حاجة من وجهة نظر يعني بس أميل للاشتراكي هتلاقي حزب العمال البريطاني أبداً لا يحاول التسفيه ولا التقليل من وجهات النظر ولا إجراءات اللي بيقوم بها حزب المحافظين في حال الحكم وإنما بيعملوا إيه بيقدموا الطرح بس يعني إيه بيقدم الطرح يعني مثلاً مثلاً لو افترضنا عندنا هنا في مصر فإحنا مثلاً نيجي نقول إيه المعارضة ترى أنه من الممكن جداً وده كلام اتقال خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول نرى أن إحنا عندنا قدرة على تنمية أو استغلال الموارد الاقتصادية المصرية بشكل أفضل مما هي عليه الآن حلو ده كلام جميل كلام ما يزعلش حد يعني في النهاية خالص المصلحة تعم لأنه في الحالة دي هي مصلحة وطنية وأظن كلنا لازم نبقى طول الوقت بنفكر في إيه في الصالح الوطني ما بنفكرش في حاجة تانية دي الأولوية بتاعتنا الأولوية هي الصالح الوطني يعني إيه الصالح العام إيه اللي هيزبطنا الرؤية الفلانية أهلاً وسهلاً يلا بينا بس إمتى يبقى الصالح الوطني أو تبقى وجهات النظر بتاعت المعارضة يمكن خليني هنا أعتبر إنه حتى مناقشتنا الدقتين اللي جايين دول جزء قد يفيد السادة الأفاضل اللي هيحضروا ويتحدثوا ويتناقشوا في هذا الحوار إيه هو؟ إنه لما نيجي نقول المعارضة لها رؤية وليها طرح لازم تبقى واضحة ومفصلة ما جيش أقول مثلاً إيه؟ على فكرة إحنا نقدر نجيب فلوس أكتر من قناة السويس أسأل إزاي؟ أسهل حاجة في الدنيا إن أنا أقول إيه؟ أنا أعرف أجيب فلوس أكتر من قناة السويس تصفيق حاد جميل إزاي؟ قولي الآلية اللي بيها هتقدر تزود العائدات والإيرادات ده بالعملة الصعبة أخد بالك وحجم الحمولات كمية الحمولات وأعداد المراكب السفون اللي بتعدي دي كده رؤية هي على بعضها طيب إحنا نقدر نجيب مثلاً فلوس أكتر من وراء استغلال المنطقة الاقتصادية بتاعتنا جميل قولي إزاي؟ أنا عايز الأمور دايماً وأفتكر يعني أسد زيتنا وزملائنا وإخواتنا وأبنائنا على الأجيال التلات اللي ممكن يبقوا النهاردة بيعتبروا نفسهم من هم مربع المعارضة المصرية أكيد فاهمين الكلام ده كويس واحسن مني كمان 30 مليون مرة بس علشان نقدر نقول خطاب للمجتمع يا سادة يا كرام لازم نبقى بنقول إيه؟ هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ولازم تبقى الرؤية واضحة ومفصلة للناس علشان تفهم ولا إيه؟ ولا الهدف إن إحنا بنقول لا الهدف إن إحنا نقول والناس تفهم وإنها تبقى رؤية واقعية منطقية مبنية على إيه؟ مبنية على الحقائق والأرقام ثم المتغيرات التي تطرق على الواقع الاقتصادي إما إنه الدولي العالمي أو الإقليمي منطقتنا العربية والشرق الأوسط وإفريقيا في حالتنا مثلا المصرية زائد منطقة شرق المتوسط لأنها أصبحت دائرة حيوية رئيسية لدى مصر لما أعمل كده الكلام يبقى مفهوم يبقى ليه اعتباره لكن لو أنا ما عملتش كده أبقى بقول إيه؟ بقول عنوين رائعة أو أحلام عظيمة أو جمل براقة وعليه أنا أتمنى دائما على إنه أي حد فينا بقى يطلع المعارضة ما يطلعش المعارضة يطلع شخصية لوحدها يطلع مثلا شخصية عامة حزب تكتل مجموعة تحمل نفس الرؤية السياسية لازم يا جماعة وإحنا بنتكلم مثلا ملف الاقتصادي نحط ملف كامل متكامل مبني على الحاجات السابق ذكرها ملف سياسي كامل متكامل مبني على نفس الحاجات هي هي لأن فكرة المتغير الدولي والإقليمي والمحلي هي لا يجب أن تغيب أبدا عن زهن مين؟ زهن واضع البرنامج إن أراد إن الناس تفهم ثم لما تفهم تصدق ولما تصدق تقول والله إحنا عايزين نتبنى الرؤية دي وما نتبنش الرؤية دي دي بكل بساطة وبالمناسبة الحوارات الوطنية محلها عمره ما بيبقى عشانا شفت الناس كتير بتتكلم تقول يا جماعة وليه الحوار الوطني ما يتعملش جوه البرلمان البرلمانات بالمناسبة مش منوطة بالحوارات الوطنية خالص ولا عمره في تاريخ أي برلمان كان منوطا بعقد أو بخلق أو ببناء أو بإدارة الحوارات الوطنية الحوار الوطني ده بالمناسبة اللي هو ما بينقصين إحنا بنستخدمه كده في مصطلح رائق جدا يقولك إيه الحوار المجتمعي وانت متصور الحوار المجتمعي ده يعني بننزل نتناقش مع المية وعشر مليون مواطن ولا بنتناقش عن ممثلين عنهم الممثلين في الحالات اللي زي كده بتبقى أحزاب وجماعات سياسية وشخصيات عامة وكتاب كبار فهمانين ومحللين كبار وخبراء كبار وما إلى ذلك هو ده اللي بنسميه الحوار المجتمعي ما بينقصين بمصطلح أكثر علمية أكثر حرفية هو الحوار الوطني طيب ليه عم يوسف ما تعملش جول برلمانات طبيعة أي برلمان في الدنيا فيه إيه؟ فيه أغلبيات على حسب ترتبها ثم أقليات برضو على حسب ترتبها مش ده طبيعة البرلمان انتخابات ففيه ناس بتستحوز على الأغلبية تقدر تاخد أصوات تحقق لها أغلبية وفيه حزبي بيبقى عدد ممثلي أقل فأقل فأقل وصولا إلى أقل تمثيل حزبي أو الممثلين الفرديين لما تيجي تعمل حوار وطني جول برلمان انت كده بتقول إيه؟ بتقول إن التصويت دائما سوف بنت بنحط رؤى وبنحط إيه؟ خيارات وبنحط تصورات ثم نطرحها دائما للايه؟ لتصويت أو لتوافق طب هيتعامل إزاي التوافق وفيه أغلبية فالبرلمانات يا سادة ما هيش مكان الحوارات الوطنية على الإطلاق الحوارات الوطنية محلها دائما أكاديميات وجامعات وما إلى ذلك لأنه هنا ما بيبقاش لها لا ميل ولا هوى ولا تحمل أغلبية ما طيب أما للبرلمان مش سعب بالنسبة أنا حاجة اسمها لجان الاستماع أي نعم لجان الاستماع دي بتتعامل جوه البرلمانات علشان الإيه؟ لجان الاستماع بتتعامل علشان خاطر لو أنا هادعو مثلا مثلا إلى لجنة تقصي الحقائق أو هادعو مثلا إلى إن أنا عايز أعمل تشريع أو قانون جديد وبالتالي بسمع لجان الاستماع لمين؟ لمتخصصين أو أصحاب رأي إلى أخير فابنعمل حاجة اسمها لجان الاستماع دي بتبقى موجودة جوه البرلمانات اللي أنا بقوله لك ده بالمناسبة مش اختراع ده وده طبيعة العمل البرلماني في العالم من أكتر من 200 سنة أكتر كمان ده ما هو أبعد من ذلك لو أنت اعتبرت أن السنة هاوس في روما كان برلمانا أو شكلا برلمانيا يبقى أنت هنا بتتكلم على أكتر من 1500 سنة فمفيش حاجة اسمها الحوار الوطن يجوها البرلمان مفيش حاجة اسمها كده يعني هي بس أحيانا تختلط علينا المفاهيم فوجب التصحيح طيب ترجمة نانسي قنقر